اشتركوا في القناة والابداع وانشاء المشاريع وذلك من خلال التركيز على رؤية البحرين الاقتصادية 2030 نظمت المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان بالتعاون مع جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المؤتمر الوطني الاول لحقوق الانسان في ريادة الاعمال بحضور عدد من الشخصيات والجهات ذات العلاقة ويهدف المؤتمر الذي يقام على مدار يومين إلى توعية رواد الاعمال وأصحاب المشاريع في الابتكار والابداع من خلال التركيز على الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030 المؤتمر هو جاء إلى الفكرة فيه هي الحق في العمل الحق في الممارسة الاقتصادية الحرة وهذا هو الأساس ما لحق الانسان في العمل ودفع من أجل الانتربانور لو هو الناشئين وطليعة رجال الأعمال المستقبل المؤتمر البحرين عندها دور رياضي في مناف حقوق الانسان وريادة العمال أنك أنت ما في تفرقة بين أصحاب السجلات التجارية سواء كانت مرأة سواء كان رجل سواء كان ينتمي لأي شيء صندوق العمل تمكين يدعم جميع المؤسسات والقطاعات مختلف أنشطتها أيضا في العمالة في استقطابها في الموظفين اللي يشتغلون يعني أمور كثيرة الكثير كان لا يعلم عنها ويجهلها ويحتوي المؤتمر على العديد من الجلسات التي من المؤمل أن تناقش تأثير جائحة كورونا على الاقتصاد وريادة الأعمال في مملكة البحرين والخروج بتوصيات ستساعد في تعزيز الوعي بأهمية قطاع ريادة الأعمال مع مبادئ حقوق الانسان نتكلم إن شاء الله عن برنامج العقوبات البديلة التي ننظمه مع وزارة الداخلية لأنه هذا واحدة من الحقوق التي نعطيها لأصحاب العقوبات البديلية لأنهم ممكن يمارسوا العمل التجاري ويكونوا من رواد الأعمال طبعا من اليوم إن شاء الله سوف نتبنى عدة برامج لدعم الحقوق وواجبات رواد الأعمال أهم عناصر النجاح اللي شوناها في جائحة كوفيد نايتين هي القيادة بناظرتها الحكيمة والثاقبة واللي عطتنا التصور إلى السنتين اللي احنا مرينا فيهم وكانت موجودة كل الإمكانيات اللي سخرت من قبل مملكة البحرين لتخدم هذا الغرض من حيث توفير تطعيمات توفير الرعاية الصحية الأولية والثانوية توفير العلاجات وفعلا التغلب التغلب على هذه الجائحة واللي فعلا استطعنا عن طريقها تحويل كل الصعوبات وكل التحديات إلى نجاحات متتالية واللي شهدت لها جميع دول العالم والجمعيات العلمية والعالمية وسيساهم المؤتمر في خلق بيئة مميزة لريادة الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كون مملكة البحرين أولت الاهتمام الكبير بالملف الحقوقي الذي يتضمن الملف الاقتصادي جاء هذا المؤتمر ليسلط الضوء على الملف الحقوقي ليمكن بذلك رواد الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة للدفع بعجلة الاقتصاد بما يتوافق مع رؤية المملكة الاقتصادية عشرين ثلاثين طلال نايف لمركز الأخبار تلفزيون البحرية